حاطة جون عمر السلية كايزر تشيفز لنجمة العشرة حاطة جون عمر السلية بهدف عالمي أعتقد في سموح الموسم لفات تصوير من بره التمنتاج علاوة بقى كل ده الأسست العالمي اللي عمل رابونا توفيق بالزبط توفيق من عند ربنا بشكل مش طبيعي يعني برضو مجهود يشكر عليه محمد شريف كرة صعبة جداً كرة تكاد تكون هتعديه يعني عملها بتاكلينج بريد والشمال موقف صعب حتى للمهاجم إنما نيجي العمر السلية توفيق ربنا اداله حتى إنها سجلت هدف عشان ما تعديهش مرور الكرام تكتيكياً يا كابتن جمال شيء يحسب لمستر مسلمين ولابد الحقيقة إنه الناس تنصفوا فيها تشيف بيه دي حقيقة كتير من الناس كانت معترضة على فكرة إنه الأهلي بيلعب بتلاتة ديفندرات يعني هم بيعتبروا حمدي والسلية وديانج لعيبة نص ملعب يميلوا أكتر للناحية الدفاعية مع أربع مدافعين قردي فده معنى إنه الأهلي بيلعب بسبعة مدافعين لكن الحقيقة الموسم ده أثبت إنه حتى مع الطريقة دي اللي تبدو إنه تشكيلها بيغلب عليه النواحي الدفاعية الأهلي حاطت مسجل في تنة متشاط عشر تجوان منهم أربعة في الإسماعيلي وخمسة في الزمالك ليه؟ وجهة نظر الشخصية إن مستر مسيماني بيعمل حاجة بتخدم حاجة تانية بمعنى لما أجي الحمدي فتحي ظاهرياً ظاهرياً إنه بيلعب ديفندر في وسط التلاتة ولكن الحمدي فتحي في الحالة الدفاعية بينزل في وسط الاتنين عشان أحرر واحد عشان أحرر اتنين منهم الاتنين دول أحرر أقرأ من توفيق ناحية اليمين وحرر علي معلومة ناحية الشمال فأنا كسبت واحد قفلت جزء اللي هو أقصر طريق المرمى عشان أنا أشتغل من الجناب فبيقوا تلاتة زودت الاتنين دول في نص الملعب وبالتالي بقت أربعة في نص الملعب مع سابقات على فرض إن السولية سابت والديانج سابت أدي لك أربعة سوري اتنين وطرفين بقنا أربعة بحرر برضو جزء تاني إن أنا عندي مجد أفشا وعندي كلمة تحديدا عن الشكل في مباراة الزمال معي إن كان فيه تكملة لها مهمة جدا قابليها مباراة البنك الآلي وقابليها مباراة الإسماعيلي